انا اه هقولكو انا قاري ايه اللي هيحصل وهقولكو انا اه رأيي ايه اول حاجة اول حاجة اول حاجة اه اه قبل ما اكلمكو في رأيي ايه احنا برضو فريق العمل في المنتدى اتكلم مع مصطفى ابو جبل اه وكيل اعمال اللعيب واخوه اللي هو مسؤول يعني عن الانتقالات بتاعته وكل حاجة يعني قال توصلت مع امير مرتضى واكدت له رغبة محمد الاولى وهي الزمالك محمد ابو جبل حصل على وعد مجلس ادارة الزمالك الحالي ولكن في ولايته السابقة بالتجديد ولكن اللي جان المؤقتة التي اتتولت ادارة النادي اجلوا الملف نهائية الرجل يعني بيقول ان هو ما كانش عنده اوبشن تاني ان هو يمشي حسين لبيب قال لانا نصا ان الاولوية للتجديد الازيزه والونش فتسبب ذلك في حالة حزن شديدة لمحمد ابو جبل وقرر وقتها بيقول يعني ان هو وقع للنصر السعودي في وقت اللي جان المؤقت بعد عودة مجلس مرتضى منصول من جديد كان اللعب كان وقع للنصر بالفعل ولكن الامر اصبح مختلفا الان والحارس اصبح حرا دي تصريحات يعني مصطفى ابو جبل محمد ابو جبل هو حارس منطقة بمصر وبالتأكيد لديها عروض عديدة ومن اندية كبيرة ومختلفة في الدورة الممتاز ولكن رغبة الحارس الاولى هي الانضبام للزمالك نقدر هجوم جمهير الزمالك على شقيقه ولكن سيكون انك رسالة توضحية بمجلس الزمالك بشأن ابو جبل وبعدها ستتفهم الجمهير الموقف وسيروحبون بعودة الحارس الى بيته مرة اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة